اشتركوا في القناة ذاك اليوم يوم الاثنين وجه سؤال خمسة سئلة للوزير الاعلام او سؤال يعني مجزع يقول ارجو تزويدي بنسخة عن ترخيص جريدة عالم اليوم وقناة اليوم ومن المالك للجريدة والقناة والله ما يحتاج تسأل والله يا نائب حسين القلاف لساعة الناب هذا السؤال ما تحتاج تسأل دق علي دق علي وانا اخوك والله لدي زلك وين في اي مكان قاعد في اي قهوة تقد شيش فيها دق علي قول لي وانا اوصلها لك تستاهل ولا يحتاج تسأل وتنطر سبوع واندي سبوعين مدري شهر مدري مثل لاني جاوبك لا 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 حتى يمكن الشباب اكتبوني في الجريدة حطي الايميل يقولون عطنا ايميل لك واندزهلك لا تقعد تسأل وتنطر لا 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 موجودة الاوراق وكل شيء موجود هذا شيء الشيء ثاني بصادق ايضا احنا في ليلة حماس بصادق ايضا خذاه الحماس وهو يكتب السؤال فقال بعد اقتحام بعض النواب لمجلس الامة اعلن مذيع قناة اليوم يقصدني قيام الثورة فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة انا اعلنت قيام الثورة بصادق انت عندك لبس بين معمر القذافي ومحمد الوشيفي في لبس عندك فاضح جدا يا ابو صادق معمر القذافي في ليبيا الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى انا في الصباحية هذاك في العزيزية باب العزيزية انا في الصباحية قطع واحد ها هذي ايه شوف اللي على اليمين ابو صادق ابو صادق شوف اللي على اليمين اللي لابس كبوس اسود وقميصة بيض ولابس متقم قملة فيه في مدره شلون شال مدره شو صاير هذا نعمر القذافي راح هف ما هفهم قيت تفاهموا يا ثوار اللي علي سار اخوك محمد الوشيحي اللي علي علي سار هذا هذا في باب العزيزية اللي على اليمين هذا اللي لابس كبوس هذا في باب العزيزية هذا في الصباحية قطع واحد شارع ستة خلف الصحة المدرسية ما هو تروح قدام قدام الصحة المدرسية شارع العوازم ربعنا هناك على فكرة اذا رحت هناك وضيعت بتلقى بيت النائب مناور ذياب العازمي هذا زميل وجار ويانا في المدرسة هذاك في باب العزيزية اللي علي مين لا تضيع يا ابو صادق هذاك الجماهيرية العربية الفاتح من سبتمبر هذا لا كاتب جي اوكي اذا ما فهمت يا ابو صادق اذا التبس عليك الموضوع قل لي مرة ثانية وحاضر على الخشم والله لا عيده لك وحطه لك الشيء الثاني ما لي بالثورة يا ابو صادق ما لي نادي بالثورة اللي ما سلم على صاحب السمامير البلاد ولا اللي دائما يقول ابعدوا المقام السامي عن الخلافات السياسية وعن صغائر الامور منه يا ابو صادق سؤال ننتظر اجابته وبعدين استكمال لي سؤال اخوي ابو صادق الله يحفظه يقول تقوم الوزارة بتدقيق حسابي على الصحف والقنوات فهل التدقيق لمعرفة مصادر التمويل اجل شنو نفصل شاديش في التدقيق تدقيق اكيد لمعرفة مصادر التمويل يا ابو صادق سألني قبل لا تسأل ارفع التلفون على اخوك يا ابو صادق لا تكتبوا انت بتحمس ومضايق فتطلع اسئلة والله ماشي اقول لك عنها ما بي اقول اي كلمة خارجة وهل قامت الوزارة بالتدقيق على حسابات الجريدة والقناء شو رأيك ما تبيهم يدققون على الجميع بقية القنوات يا ابو صادق تذكر لك قنوات صارها كم سنة فيها نواب سابقين وحاليين فيها نواب اردحوا على المعارضة وعلى الاصلاحيين والله قالوا عنهم كلام ما بذكر فيهم حسين القلاف اخوي ابو صادق فيها نواب كان فيه في القنوات ذيك قالوا كلام لا يقال لا يقال مدة ثلاث اربع سنين وما احد ما اعتقد انك سألت عنهم سؤال انت شوف ابو صادق انت في الفصل التشريعي السابق المجلس السابق ختمت اسألتك بسؤال عني في هالفصل التشريعي هذا بدأت اسألتك استهليتها بسؤال عني يعني انا عندي الختم وعندي انت البدايات واخر ساحل ومينة انا صرت البدايات واخر ساحل ومينة تبدأ بي وتنتهي بي وانا تابعت اسألتك ببو صادق بالمناسبة لقيت لك واحد وثمانين سؤال خلني باقولك شيء ببو صادق بو صادق بعض النواب ان شاء الله انت منت منهم انت معروف رجل مبدع ما عندك مين يسار طلاق نعرفك بو صادق بعض النواب يضغط على وكلاء والوكلاء المساعدين ويضغط على الوزير عشان يمشي بعض الامور اذا ما ضبط الوزير اذا ما مشاه حرقه بالاسألة عن الوكلاء المساعدين تحديدا عن الوكيل المساعد اللي موقفه مدقر له او مدير عام يحرقه بالاسألة حسين القلاف اتمنى على المشاهدين شو موقع مجلس الامة في الانترنت ويشوفون اسألة سيد حسين القلاف اعتقد واحد ثمانين سؤال اعتقد اعتقد ثمانين سؤال يمكن بس الشخصية فيها ثمانين ممكن او تسعة وسبعين يمكن واحد ثمانين سؤال شخصي لكن يبدونا للمصلحة العامة انا انا يعني ما اشكك في حسين القلاف واحد ثمانين سؤال شخصي وشخصاني لكن اعتقدنا للمصلحة العامة شوف شوف اسئلة دكتور حسين جوهر والرائحة شوف اقتراحات برغبة او اقتراحات مشاريع القوانين اللي قدمها الاقتراح بقانون شل اللي مقدمة دكتور حسن جوهر اللي دار الاولى ما اختارته وشل اللي مقدمة حسين القلاف احنا ما نقارن لكن مجرد يعني تذكير تقول اجل ثورة يا ابو صادق وكرر اسمي محمد الشيحي وليس محمد القذافي اخر سؤال قام المذيع يوم الاربعة خمس اثنين بشتم شتم مجموعة من نواب وتم ابلاغ الوزير بذلك فما هي الاجراءات التي اتخذت او اتخذتها الوزارة حيال ما ورد على لسان المذيع انا مش تم تحد يا ابو صادق ويقول بعدين ابو صادق ان برد عليه في مجلس الامة يبي داخل القبة عشان يحلق يعني وبعلمهم ادب الحوار انا بذكرك يا ابو صادق بواحد نائب قال عن مذيع سمال وسيخي وقال عن احد وقال الرجال سمى الطامح المتخلف على اعتبار ان الوزيخي يتبع للطامح المتخلف ويقبض منه عشان يهجم هذه بنتكلم عنها بعد شوي وقال عصعص هذا المذيع عصعص لفلان وفلان من المؤدب يا ابو صادق ابو صادق ترى انت رجال حكيم نعرفك انت رجال مؤدب حكيم ومعروف بأدبك وحكمتك لكن بس سألك سؤال اش رايك او بطلب منك طلب على الهواء مباشرة اش رايك بو صادق اذا انا اتبع فلان فاكيد ما اتبع على الله اكيد اتبع عشان اقبط وانت انا ارى انك تتبع شيخ ناصر محمد الدراسات الرسمية مركز اتجاهات وضع حسين القلاف اكثر نائب يدافع عن الحكومة اكثر حتى من علي الراشد علي الراشد طلع الثاني حسين القلاف طايفة والله يا ابو صادق لو انك بس تهدي عصابك شوي متحمس كان يمكن حطوك وزير كان حطوك نائب رئيس وزراء على الدفاعك عنهم ومع ذلك انا اقول ان انت تتبع الشيخ ناصر محمد انت تتهمني اني اتبع احدا ما يمكن تقصد احمد الفات طيب تقول لي اني اتبع ما تأتبع اللي مصلحة ومرتزق ما مرتزق شرايك يا ابو صادق هل الكلام اسمع انا من شبيحتكم اوكي ما عندي مشكلة لكن انت تقوله لا لا بقولك تعال شرايك انه يأكل واحد فيني يسوي للثاني وكعلها ويعرف رصيدة وامام الناس وتطلع انت هنا تقد مكاني وتقول هذه حسابات محمد المشيح هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وعشان نعرف يا ابو صادق من اللي ضد ناصر محمد من اللي ضد منابع النفط ناصر محمد جاسم الخرافي مرزوق الغان الناس اللي عندهم امال الناس اللي التفتون عليهم من اللي ضدهم ومن اللي معاهم خلي الناس يعرفون من اللي سيارته بالاجار بالتقسيد ومن اللي يروح بطيارة خاصة خلي الناس يعرفون مرتزق من هو المرتزق من اللي بيته بالاجار ومن اللي انا انا ابي يا ابو صادق ابي ما ابي من اول ما دخلت البرلمان ابي من 2008 انا امام الناس اعطي وكالة لحسين القلاف بشرط ان يعطيني وكالة سواء ها مو بس حسين القلاف حسين القلاف علي الراشد اي نائب يقول اني مرتزق ويدخلي فلوس من جهة او اخرى لا انا اقول تعال انا وياك خلنا اعطي بعض وكالة قدام الناس ونشوف من اللي جه ثروة وليش فلان ساكن بيت اجار وسيارته بالتقسيد وليش فلان فجأة جاه ورم فالكذب يا ابو صادق اعتقد انك مثلي انت نطوع رجال ومثلي تفضل كذب لكن اكثر مني انت رجل دين ومعروف انك يعني رجل دين يقولوا لي استضيف حسين القلاف انا اقول حسين القلاف بامكانه يدش القناة مني من بابها الشرقي ويطلع من بابها الغربي ما احد يقول له لا عني انا يا ادارة القناة اذا جاكم ابو صادق يرحم والديكم فتحوا له البيبان خلوه يدش وانا مستعد اذا عطيته توكيل اعطيته توكيلي بيكشف يجي يقعدني ويكشف وله مني يوفر له معسل يبي يدخان يدخن يبي زيقارة انا شفتها صورة يدخن زيقارة اذا هو يدخن اذا هو يشيش اذا هو بايب اذا سيقارة يبي ليه تبشيشتك والله هلا يجيبها لك ولا عمرها صارت لكن احطها لك هنا وهاء بهالشارب تبي تعال معسلك شون بس علني معسلك تفاحتين مدير رمانتين لو طمطين بعطيك معسل طمطين اللي يبي اللي تبي يا بو صادق حاضري بس يا اخي تعال خلنا نكشف حسابات بعض وخل عشان الناس يعني يعرفون منهم نوابهم ومنهم الاعلام المرتزق خلوا بيكشفوني كاعلام المرتزق يا بو صادق وخلنا نعرف ارصدت بعضنا البعض اشتركوا في القناة